ثمن المسدس يا أخوان لا يتجاوز قيمته الألف دولار بأحسن أحواله ولأنه ممنوع محلات السلاح تستورد بشكل رسمي ثمنه بوصل بالسوق المحلي لخمس آلاف دولار السلام عليكم قصة تهريب الأسلحة الخفيفة من دول الجوار للأردن قصة غريبة عجيبة ومعظم هذه الأسلحة هي مسدسات نارية طيب ليش تهريب هاي الأسلحة بصير؟ تعالوا معنا نفتح هذا الملف الغريب العجيب قانون الأسلحة والذخائر بيعطي الحق لأي مواطن أردني بيحمل الرقم الوطني باقتناء مسدس مرخص بنفس الوقت في تعليمات صدرت في الثمانينات تمنع محلات الأسلحة والذخائر مرخصة تستورد مسدسات لكن بنفس الوقت بتسمح التعليمات نفسها باستيراد ذخائر لهذه المسدسات وبنفس الوقت التعليمات بتحكي يرخص المسدس للمواطن دون الرجوع إلى المصدر اللي إيجا منه المسدس يعني مش عارف كيف زبطت معكو هاي جد كيف زبطت معكو هاي التعليمات واحد بالثمانينات من المسؤولين أصدر تعليمات بملع ازتيراد المسدسات ولغاية اليوم هاي التعليمات سارية للمفهول بالضبط زي وظيفة الصبة بالله عليكو هذا منطق لا وآخر فترة سمحت التعليمات بأنه مسموح لكل أردني ترخيص اقتناء ثلاث مسدسات رغم أنه مصدرها مجهول طبعا مش كل مسدسات لأنه فيه هدايا تمنح للضباط المتقاعدين لما يتقاعدوا وبعض كبار موظفي الدولة واللي بدورهم بنزلوا فيهن المسدسات لذول على السوق وبيعوهن لمحلات الأسلحة المرخصة لكن معظم أو عدد كبير من المسدسات اللي بيتم ترخيصها هي مجهولة المصدر بدي أوضح شغلة هون محلات الأسلحة بسموح لها تستورد بنادق صد بشكل رسمي والمواطن الأردني يحق له ترخيص بندقيتين فقط رغم أنه البنادق معروف مصدرها بالنسبة للدولة وكله مسجل بسجلات رسمية لدى الأمن العام فبسمحوا للشيء الرسمي والمعروف مصدره بندقيتين أما المسدسات مجهولة المصدر بسمحوا لثلاث قطع لكل مواطن وبسمحوا للمحلات الأسلحة استيراد دخيرة كافية لهذه المسدسات يعني اللي سمح أنه كل مواطن يقتني ثلاث مسدسات أعطى جرعة منيحة للمهرب مشان يشتغل منيحة طيب تعالوا خلينا ناقش الموضوع من جهة ثانية ثمن المسدس يا أخوان لا يتجاوز قيمته لألف دولار بأحسن أحواله ولأنه ممنوع محلات السلاح تستورد بشكل رسمي ثمنه بوصل بالسوق المحلي لخمس آلاف دولار طيب لمين بتروح الأربعة تلاف هاي للمهرب ولا لمين ممكن حدا يفهمني يا بشر شو أصل المنع وليش محلات السلاح ممنوعة تستورد مسدسات يعني لصالح مين سوق السلاح بالأردن مضبوط بشكل احترافي من قبل الأجهزة الأمنية وما في طلقة بتفوت وبتطلع على المحلات إلا بعلم الدولة فبالتالي منطق الموضوع بحكي أنه لصالح الدولة ولصالح المواطن ولصالح محلات الأسلحة استماح باستيراد المسدسات بشكل قانوني زي ما بستوردوا برادق الصيد والعتاد أقولكم كيف لصالح الدولة لما المسدس يفوت بشكل رسمي من المطار بكون معروف مصدر ومعروف لأي محل رايح ومعروف أي مواطن اللي اشتراه وكمان الدولة بتستفيد مصالي من الرسوم والضرائب اللي بدأت تأخذها على المسدس بدل ما تروح للمهرب وكمان لصالح المواطن لأنه ثمن المسدس بدو ينزل أضعاف لأنه راح ينحط هامش ربح بسيط على المسدس بدل ما يشتريه بخمس ألاف دولار بشتريه أخوان بألف ألف وخمسمائة دولار وهيكا بنقطع أو بنخفف عملية التهريب الأسلحة والمواطن بروح للمسدس مرخص بدل ما يروح على اللي مهرب واللي غير مرخص طبعا كل هاي التعليمات ليش بتصدر ومين بتصدرها والله ما بتعرف لكنها كلها بتصب مثل ما قلت لكم لصالح التهريب ولعشوائية وعدم ضبط العملية ما حدا يقول لي والله إنه مشان يقلل الجريمة اللي بده يعمل جريمة بسكينة فواكب يسويها يعني ما فيه نظرة أمنية بالموضوع بالمطلق لأنه زي ما قلت لكم مسموح ترخيصه وبنزل على السوق المواطن وبشتري العتاد اللي بده إياه زي تماما موضوع بنادق الهوائية بارودة الدمدم ليش ممنوعة في الأردن؟ ما بتعرف بكل دول العالم مسموح استيرادها بشكل رسمي إلا بالأردن بنفس الوقت بتلاقيها معبي السوق وبأسعار خيالية لأنه ممنوعة استيرادها طيب ليش؟ يعني اللي بيطلع هاي التعليمات بده يساعد المهربين حزنان عليه مثلا حزنان على المهربين وعلى إيش اعتمد لما أصدر هاي قرارات والتعليمات قلت لكم بداية الموضوع أنه قصة غريبة عجيبة ما بتفهم راسك من جريك فيها خلينا نعمل مراجعة يا أخوان لهاي التعليمات ونرحم المواطن والوطن شوية وضروري اللي بده يصدر مثل هاي التعليمات يكون صاحب اختصاص ويعرف أنه الأجهزة الأمنية والمعنية قادرة على ضبط إيقاع السوق والحديث بقية السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة